وفي الحقيقة هذه وقتها وقت البصرة تتجي مع البرد مع الخريف مع الشتاء فيها ما أنا فيها كثيرا ولكن اللي معروف وشائح في موشة مغربية أنها تتسخن يعني هي حساء لديد جدا وطي أعطينا واحد الحرارة اللي تستمتعوا بها في أيام البرد بغينا نعرفون غدائيا باش تتمتاز البصرة ولكن وقتها العام كامل أساميها أبو أنا ضد الفكرة دي لأن البصرة وقتها في الشتاء ما عرفتاش أصلا من جيتها الفكرة هذه الفكرة سخونة يعني جووى معنى فكرة دي لأن البصرة يتخذ السنة كاملة هي ربما ما جات في الشتاء لأن شحال هذي في الوقيت كانت تكون الشتاء لويدان حاملين ما تقدرواش يخرجوه الغداء الواحد اللي كانوا تقدروا يوجدوه هو البصرة في الدار ولكن ما تشاهدش أن البصرة تتخذي في الشتاء هذا بدأ أكبر خطأ يرتكب هذي اللولة اللي تحيدها نفسنا وفحقت البصرة صافي فلعوت للصيفية إن شاء الله سنناكلوا البصرة خذتها تخاذ البصرة أنا ما عرفت شعلاش مش نكونوا واضحين محقورة شي شوية لدينا البصرة يعني يلجك شي ديف علاق فلالدار ومتا دير البصرة ما غيرت حطاله في الطبلة وخي جاء لغة حطاله في الطبلة ممكن هودا وما تمنى أنه في المجتمعنا إذا كنت تدخلتي وخيتي حطاله في السارة ستتنوت بالزربة تدير شي حاجة أخرى هذا ضرور حصا لا تدخل شي حاجة أخرى لا تدخل ما تدخل ما تدخل ما تدخل ما تدخل في حين أنه هو غداء كامل متكامل مقارنتين ربما مع ذلك شيء ستتنوت توجد ربما ستتوجد بالزربة وإحدا تدير عليه تبصيل الفريت وتأخذ شي حاجة مزنقة في حين أن ربما إذا أضعت لي هذه الزافة لبيسارة وإذا تبصيل لبيسارة سيكون أفضل وإحسن أنا أريد أن أتنسى البعداء لأي ما تتعلم بها؟ يا أخي، هي مسأل الزوق وإذا أضعوا الأضواء تختلف لكن أنها مسألة الزوق ليست مشكلة لأنك لديك أشب المشكلة اليوم لا، فالبصارة تعتبر من الأغذية التي تقبلها أنها مسخنا ستعرف أن البصارة يوجد أنها من الأنواع هناك البصارة للفول وعن البصارة للجبن في العديد من الحلقات وقرنا بأن كمية الفيتوستروجينات التي كانت في الفول وخصصاًا به الحلقة كاملة اللي عندهم دور كبير بالعلاقة دي الهرمونات كانين بزاف الفول وكانين كتر من الفول على السوجان الناس دابات يدخلوا للسوجان تشوفوا بأنافة فيتوستروجينات سالامود أنا مشي دد غيري ما ندخلهاش على حسب الفول ألوغ البصارة كغداء أشنو فيه دونك تنجيبوا أولا حتى الافونتاج اللي كان في البصارة سلكوا هذك الفول ما تنضيعوا منوته شي حاجة كله تنستعملوا ألوغ النقطة الأولى هو غني بالبروتينات النباتية وغنشوفوه شنو الفرق ما بينهم وبين بروتينات الحيوانية هذه النقطة الأولى النقطة الثانية أنهم فيهم النشويات دونك هذك النشويات اللي هم مهمين باش يحافظوا لي على نسبة السكر في الدم وهذا الحفاظ على نسبة السكر في الدم قادة هي الأصل وهي السبب إلا ما كانتش مقدة في زيادة في الوزن لأن إلا ما كانش نسبة الدم قادة شنو تيوقع تيكون عندك رغباء أنك تاكل غايبط لك نسبة الدم إذا غتشبط لك في معارة ربعة أو مع الخمسة العشيين تأخذ قطو باتيسخي وغادي تزيد في الوزن في حين أنك شربتها في الفطور أو ليلة شربتها في الغداء ستحافظ لك عني سبب السكر في الدم قادة لا يوجد أي شيء ممكن أن يأكلها في الفطور طبيعاً خصها تأخذ في الفطور طبيعاً ممكن أن تأخذ في الفطور ألوك قلنا البروتينات نباتية وقلنا النشويات الرياضيين ناس اللي يتعلون الرياضة من بعد ما يسرع حصة الرياضية ديالو لا يجب أن يقلبونها على بعض الأمور لبعض الحيان تكون غير صحية شربتها في الفطور لماذا؟ أنا أقول لك لماذا؟ لأن كمية البوتاسيوم التي ستأخذني من الفطور كبيرة جداً من البوتاسيوم لا تصلاح العضلات ديالنا بالإضافة أنه تسام في تنقية الجسم بالإضافة أنه مهم من القلب بالإضافة 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 الفوسفوك كذلك المغربين كيف يزيدون مع الفطور؟ هناك مجمع بين الأغذية هناك أن ترجعوا العادات الغذائية المغربية وتلقوا أنها عادات غذائية لأغذالها بالإضافة لا تضادوا العسل مع البسارة ستكون جين القينهم تزيدوا العسل سنكملوا تحلهم قواتين تزيدوا العسل تزيدوا الزيت البلدية لماذا؟ من تأخذ الزافة البسارة لفعل بروتينات ناباتية لما تضروا في هذه النشويات مهمة مفيدة بالنسبة للجسم وتزيد على الزيت البلدية تقول لديك المكونات الغذائية الطاقية الثلاثة التي تحتاجها الجسم لكي يمكن أن يأخذ طاقة للجسم وخلاياها لذلك غذاء من ناحية الطاقة متكامل ولكن هذه الطاقة متكاملة لديك غلد لأنني ستشربها في الفطور ستشرب زلفة البسارة في الفطور لديك سعرات حرارية ولكن الجسم لا تحتاج لسعرات حرارية ستشرب زلفة البسارة الصباح لديك الفوسفور والبوتالسيوم والمانيزيوم لديك المانغانيز والحديد والكالسيوم لديك البسارة لديك الخلايا الدماغية لديك خلايا 100% في الصباح لديك الدكتور البوحولي ستشربه و ستأخذ أي شيء و ستأخذ الحلقة و ستأخذ إلى الحلقة التي هي مفرغة و ستأخذ البصارة و ستأخذها؟ فيتامينات أون مفرقة نضع البلديات مفرقة بقي مفرقة الكامون من الفوق. وهذا الشناله فاشدرنا الحلقة الكامون أنه يسهل عمليات الهضم. قيل غيقول لك دابت أنا كلا تنحس بانتفاخ. شوف دابت هنا هنفش نقول لك أنا أحسنا نفتخروا. هذا طبق حسنا نفتخروا به. الأوروبا والغرب يفتخروا بالأطباق ديالهم. إحنا عدنا الطباق لي هي شحل سوية فضل بسعره. غيان. ولو. بدي لي بواحد خمسة درهم ملسة درهم بشاش بشي تأكلها. وفي هالمنافع ديالها عجيبة وغريبة. أنا ما كرتش والله ما كرتش يا سامي رقصة من بي الله. إلى أي واحد دخل عندك الدار تحط لكم مضخ زليفة البصارة صغيرة. حط لي. ما بغيتش ندير. نحن الكرام غير نديره الغذائي لآخرين. حط لي واحد زليفة. دخل الغزته يحط لك زليفة البصارة كونها. لا ما غير تخمع لك زليفة البصارة بلاك. لا تحط لك زليفة البصارة صغيرة غاديبنا بزاف دي الفوائد. هذا المشج ما بين هذه المكونات الغذائية التي كنا في البصارة بنيتنا نأخدوها في الجسم ديالنا؟ مهم بالنسبة للطفل، مهم بالنسبة لمرأة الحامل، مهم بالنسبة لمرأة المرضى، مهم بالنسبة للمسنين. كالناس اللي لا يريدون أن يأخذوها هم الناس المصابين بالقصول الكالوي لأنها عمرها بزاف بالكوتاسيوم وعمرة بزاف بالفصفوغ لأنها تنصحهم أنهم يأخذوها. بغيت نقول بالنسبة لن يأخذوها شعفوان. الناس اللي تقول لك تنا خذوات نحسوا بالنتفاخ، كافا أننا نبقى نتهم الأغذية، كافا. الناس اللي تهموا تتضرني العدس، تتضرني البصارة، رأي المشكلة لدينا في الأمعاء ديالنا وفي الجهاز هدمي ديالنا. النقطة الثانية هو أن البصارة في هالنشوية بزاف، ما خلصتنا نخلطها مع الخبز. طبيعا الحال، إذا كان لديك جزء من البصارة مع نصف خبزة، أكيد هنا سيكون لديك عصر في الهدم، وسيكون لديك انتفاخ. لماذا يرجع البصارة؟ اللي يرجع في طريقة تناول البصارة. الناس اللي عندهم مشاكل على مستوى الجهاز الهدمي، ممكن أنهم يتعدوا عليه بالنسبة لأشخاص لمراد. نسمى الأشخاص العاديين تناول البصارة ممكن يتم مره مرتين أو ثلاث مرتين في الأسبوع بيدون أدنى مشكلة بالعكس. هي مصدر مهم للطاقة ومصدر مهم بزاف الأملح المدينية والمجموعة من الفيتامينات، وخصوصاً الفيتامينات المجموعة أبع. نسيت مشارتهم لكينين كذلك في البصارة وهذه الفيتامينات المجموعة أبع وهم فيتامينات الخلايا الدماغية. لهذا فالميتنا نضروع لبصاراتنا نضروع لمنجم الطاقة، منجم الأملح المدينية، ومنجم الفيتامينات، لأن بالنسبة لي التامن ديالو، إذا أريد أن أعطيه تامن هذه القيمة الغدائية سوية أكثر من استدران. ونتمنى أننا نرجعوا لعادة الغدائية المغربية وخصوصاً نفتخروا بها، لأن فيها من المكونات ما أنا نفتخروا بها. شكراً لك سينا فيل عيش على كل هذه التوضيحات المهمة جداً، والتي تنتمنى ستقنع الدكتور بوحولين. أتمنى أن تقال لك بصارة ثلاث سنة. إن شاء الله، نواعدتك ستقنع بصارة ثلاث سنة، إن شاء الله مشغل أنا بوحدة كل مشاهدين ديالصباحية الدوزة لأدعوهم اللحظة لفقرة بيني وبينك مع الدكتورة بوحولين.